فالمؤمن الموفق يعلق قلبه بالله ويسأل الله عز وجل موحدا لله سبحانه وتعالى وأحببت هنا أن أنبه على أمر يغفل عنه كثير من المسلمين ألا وهو أن هناك سببا عظيما لإجابة الدعاء وهو يا أخي أو يا أخته أمر يسير إذا أردت النوم فتوضى ثم نم متوضئا فإذا تنبهت من نومك استيقظت في الليل فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قل اللهم اغفر لي أو ادعو بما شئت فإنك موعود بأن يستجيب الله دعاءك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم صح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من نومه فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعاء استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته أو كما قال صلى الله عليه وسلم فمن تعار من نومه من تعار من الليل فانتبه من نومه وهو فيه ثراشه فقال هذا القول ثم دعاء استجيب له وهذا الحديث صحيح البخاري وجاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد بات على طهور ثم تعار من نومه فسأل الله شيئا من أمر الدنيا أو أمر الآخرة إلا أعطاه وصحاحه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل ما من عبد ما تقتضي العموم بات على طهور يعني بات على وضوء بات متوضئا ثم تعار يعني انتبه في الليل فسأل الله شيئا من أمر الدنيا أو أمر الآخرة إلا أعطاه وهذا وحد صادق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نشك فيه ولذلك وصية لنفسي وإخواني أن نحافظ على هذا نحافظ على الوضوء قبل النوم وننام فإذا استيقظنا تقلبنا في فراشنا لأي سبب من الأسباب قلنا هذا الذكر ثم أتبعناه بالدعاء وإن زدنا كمالا فتوضأنا وصلينا قبلت صلاتنا فهذا خير عظيم أين نحن منه؟ أين نحن منه؟ خير لنا في الدنيا والآخرة أولا هذا ذكر لله وهو عبادة ترضي الله عز وجل ثم إنك موعود بأن يستجيب الله دعاءك إذا كان عندك هم افعل هذا سيفرج عنك إن شاء الله إذا كنت فقيرا وتريد أن يوسع عليك في رزقك افعل هذا واسأل الله وسيوسع عليك إن شاء الله إذا لم ترزق بولد افعل هذا واسأل الله وإني لأرجو الله أن يعطيك الولد ونحن نعلم يا إخوة أن إجابة الدعاء إما بأن تعطى ما تريد وإما أن يصرف عنك من الشر ما هو أعظم مما تريد وإما أن يدخر الله لك ذلك يوم القيامة وكلها خير لنا فلماذا لا ننتبه لماذا لا نحرص على ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم